هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة إزاي نقف على التاء المربوطة خدناها قبل كده في صورة الهومزة وفي صورة القارعة في صورة الغاشية هنتعلمها مع بعض ونتقنها إن شاء الله إيلمنا معانا ومصحفنا عشان نتعلم التجويد ونقرأ القرآن بطريقة صحيحة هل أتاك أبين الها في الآول ها وسكن اللام هل هل أتاك وبين هو إيه زي السؤال كده هل أتاك هل أتاك سكن اللام كويس وبين الها أتاك حديث أكثر الدال حدي حدي والثاء لازم لساني يلمي السنان اللي فوق ثاء ثو حدي ثو الغاشية الغين إيه واحد تقول غا غلط الغين مفخمة غا الغاشية الغا التال مربوطة في الآخر لما نقف عليها هتتحول لها ولازم نبين الها ونوضحها الغاشية الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه واو علىها ضمة صعبة جدا أصعب حاجة الضمة على واو والكسر عليها ضم ما تكسرش في ناس تكسر تقولك وجوه غلط وو ضم كويس وو وجوه وجوه ضم الواو تنون بعد وياه اضغام ناقص بغنة وهنعمل نقطة هنا عشان هنغن حركتين هنضم وبعد كده الغنة وجوه يومئذ وجوه يومئذ إذا المكسورة منونة بعدها خاء هنعمل غلط عشان ايه مش هنغن هنا هنا هنعمل إظهار هتلاقي الكسرتين فوق بعض بالضبط يومئذ خاشعة يومئذ الخاء زي يقولنا الغين كده لازم نفخمها ايه واتقول خاء غلط خاء خاء خاشعة وبين الايه التالي المربوطة لما فعلت بهاء وبين الهاء كويس خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة تنوين بعد نون ادغام كامل بقولنا نعمل نقطة نقولنا حركتين عاملة ناصبة النون وان بقولها كده تبقى مرققة ناء واكسر الصاد ناصي وطبعا هنوقف على التالي المربوطة بالهاء وانبين الهاء ناصبة ناصبة تصلا ايه واتقول تصلا غلط تا تا عشان دي حرف التا انما الصاد هي اللي تخينا مفخمة تصلا واللا مرققة واتقول لا غلط لا تصلا تصلا نارا التنوين الفتحتين فوق بعض هنعمل اظهار عشان بعد ايه التنوين حرف الحاء نارا تصلا نارا حامية والهاء في الاخر حامية تصلا نارا حامية تسقى ضم التاو سكن السين مرققة تس رجع سكن كده عشان تعفت رقاقة كويس ايه وعد فخمها تس تسقى فخم بقى القاف نين عين نون عليها سكون عشان مظهر عشان بعدها ايه حرف العين هن ايه هنظهرها من تسقى من عين انية هنا تنوين النون الكسرتين فوق بعض عشان بعدها حرف الهمزة هنظهر برضه يبقى اظهر النون الساكنة وهنا اظهر النون التنوين الساكنة تسقى تسقى من عين انية ليس لهم سكن الميم على سكون طعام افخم الطاء طاء العين مرققة عاء طعاء طعاء ليس لهم طعام إلا من ضريع التنوين الميم هنلاقي لإيه ضمتين فوق بعض علامة الاضغار عشان بعدها همزة طعام إلا من نون ساكنة بعدها ضاد هنعمل إخفاء لكن الغنة مفخمة عشان ايه حرف الضاد الإخفاء عند الضاد لازم الغنة تكون مفخمة يبقى هيه هنعمل الغنة حركتين مفخمة من ضريع من من ضريع وقف على العين كده وسكنها وبينها ورققها ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمنوا اكسر الميم يسمنوا ولا يغني في ايه يا مد بعد النون لو هتقول ولا يغني من جوع غلط ولا يغني لازم أمد حركتين مد طبيعي لا يسمنوا ولا يغني من جوع نون ساكنة بعدها ايه حرف الجيم هنعمل ايه إخفاء حقيقي الغنة مرققة عشان الجيم من جوع والعين لما أقف عليها رققها من جوع وسكنها لا يسمنوا ولا يغني من جوع وجوه خلاص خدناها فوق هنضم الواو كويس و و ايه وعا تكسرها وبعدين تنون بعدو ايه اضغام ايه ناقص بغنة نغنة حركتين يومئذ كان فوق ايه يومئذ خاشعة اظهار لا هنا ايه يومئذ ناعمة في ايه اضغام كامل بغنة يبقى عندي غنتين ورا بعض لكن هنا كان غنة وبعد كده اظهار وجوه يومئذ ناعمة ما تنساش اله ناعمة لسعيها لازم اكسر اللام لي مش لا لا لي وليا ي لسعيها لسعيها راضية فخم الراء واكسر الضاط وبين الها مرققة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة في جنة اكسر الفاء كويس في جنة نون مشددا غنة حرقتين التامك سورة الكسرتين فوق بعض عشان بعدها حرف العين ينام من يظهار يبقى غنة وبعد يظهار في جنة عالية اكسر اللام وبين الها عالية لا تسمع سكن السين كده وبينها تس لا تسمع فيها اكسر الفاء وبين الها لا تسمع فيها لاغية ايوعد فخم اللام في ناس تقول الله غلط لا اللام اسمها لا لا واكسر الغين غي لا غية لا غية وبين الها لا تسمع فيها لا غية فيها اكسر الفاء كويس وبين الها عين تنون بعد جيم اخفاء حقيقة غنة حرقتين عين جارية وطبع الغنة مرقق عشان الجيم حرف مرقق واكسر الراء وبين الها جارية فيها عين جارية فيها اكسر وبين الها سرور السين ضمها وخلها مرققة سو وفخم الراء سرور سرور تنوين بعد وميم اضغام كامل بقولنا لغلنا حركتين ونعمل اضغام فيها سرور مرفوعة الميم الميم بقى مرققة ما يوعد فخمة الرأس ساكنها انفخمة عشان بلا مفتوح وطبعا العين خلي بالك ترققها كويس وتبينها والها تبينها لما نقف فيها سرور مرفوعة فيها سرور مرفوعة وأكواب الكاف لما يكون عليها سكون لازم بين الهمس وخدناه كتير الهمس ده هوى سكنها وخرج هوى ازاي وأك وأك اللي هو ده ك وأكواب تنوين بعد ميم ادغام كامل بهن وأك واب موضوعة ما تنساش الها وأك واب موضوعة اللي مش عارف هيه مثل الكاف يتضرب عليها وأك 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 ونمارق رقق الحروف دي كلها ما عدا القاف بس ونمارق ونمارق مصفوفة هنا هنرقق بقى الميم وبعد كان فخم الصاد وبعد كان رقق الفاء ما مصفو مصفوفة وبين الها منساش ونمارق مصفوفة وزرابي الواو الزاي وزرقكم إنما الرقق مفخمة وزرق وزرابي مب با ساكنة هنقلق لها مب وبعدين الثاء خلاص عرفنا نعمل ايه زي ايه فوق لازم ايه طرف لساني يلمس السنان الفوق مبثو ثو والثاء التانية وبين الها وزرابي مبثو ثه وزرابي مبثو ثه تعالوا نقرأ الايات من واحد للستاشر على بعض هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أسأل الله أن يؤسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم